بين السلالة المتحورة الهندية والبريطانية والناجرية تواصل سلالة الأصلية لفيروس كورونا تحورها في الجزائر وتتواصل معها المخاوف حول الأعراض المرافقة لها مختصون في علم الفيروسات يوضحون أن كل سلالات تطابق فيها نفس الأعراض مع سلالة الكلاسيكية سلالة المتحورة عندها نفس الخصائص مع الفيروس الأصلي الانسان لا يمكن أن يعرف هل هو مصاب بسلالة متحورة أو بسلالة بالفيروس الأصلي إلا بالتحليل جين أبداً 180 ديكاً في البريطانيا لذلك نرى أن الانتشار التحار يتزايد لأننا نرى أن الناس نسيت المعينة للبريطانية حتى وإن خلق ظهور حالات الإصابة بسلالة المتحورة الهندية في الجزائر حالة من الضعر إلا أن المختصون يؤكدون أنها غير مقلقة حسب منظمة الصحة العالمية التي وضعتها تحت المراقبة السلالات التي مقلقة حالياً مقلقة في العالم كله وهي السلالة البريطانية السلالة برازيلية والسلالة تاعة جنوب إفريقيا هذه السلالات الثلاثة التي هي حالياً مقلقة عبر العالم ونحن نعلم بأن البريطانية راه موجودة حالياً في الجزائر وراه موجودة تقريباً 50% من السلالات المتحورة التي وجدناها هنا في الجزائر عندنا النيجيرية والبريطانية معطية تجعل من الحيطة والحذرة سبيل الأنجع للحماية من خطر تفشي الفيروس بجميع سلالته مع مواصلة التقايد بالتدابير الوقائية الكفيلة بالتقليل من انتشار العتوى